أدانت مصر اعتداء مستوطنين إسرائيليين على قافلتين مساعدات أردنيتين كانتا متجهتين إلى قطاع غزة عبر معبر إيريز وكرم أبو سالم شدد المتحدث باسم الخارجي على ضرورة محاسبة المسؤولين مشيرا إلى أن إسرائيل تتحمل باعتبارها القوى القائمة بالاحتلال تتحمل مسؤولية توفير الحماية اللازمة لقوافل المساعدات الإنسانية وكانت وزارة الخارجية الأردنية قد أدانت قيام مستوطنين إسرائيليين بالاعتداء على قافلتين المساعدات وأوضحت الوزارة الأردنية أن القافلتين تابعتا مهمتهما ووصلتا إلى وجهتيهما داخل القطاع المحاصر من جانبها قالت منظمة أنينو الإسرائيلية للمساعدة القانونية إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت أربعة رجال أوقفوا شحنات المساعدات إلى غزة بالقرب من مستوطنة معلي أدوميم في الضفة الغربية